بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الثانية والخمسون بعد المئة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامج نور على الدرب في حلقة هذا اليوم نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بداية السلام عليكم الشيخ صالح عليكم السلام بارك الله فيكم وأتابكم الله هذا السائل يقول في قوله تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يقول السائل حفظكم الله ما هو وجه الارتباط بين هذه الأوامر في هذه الآية ولو تحدثتم أيضا عن ذلك بالتفصيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الآية في معرض الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى يوصايا لقمان لابنه أولا نهاه عن الشرك بالله وأمره ببر الوالدين ثم أمره بإقامة الصلاة لأنها هي الركم الثاني من أركان الإسلام يا بني أقم الصلاة لم يقل صل والأقم الصلاة لأن المقصود بإقامة الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها أن تكون مع الجماعة في المسجد وأن تشتمل على القشوع لله عز وجل هذه إقامة الصلاة كذلك الطمأنينة فيها والأذى من إقامة الصلاة ثم قال وأمر بالمعروف وهو كل ما أمر الله به من الطاعات وأنهى عن المنكر وهو كل ما نهى الله عنه من المعاصي لأنه لا يكفي أن الإنسان يكون صالحا في نفسه بل لا بد أن يسعى في إصلاح غيره وذلك بالدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم قال واصبر على ما أصابك لما كان الذي يأمر بالمعروف أنهى عن المنكر يلاقي أذى من الناس وربما يتطاول عليه بعضهم بالكلام أو بالفعل فإنه يصبر على ذلك يحتسب الأجر ويستمر الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ولا يترك الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ولو أصابه ما أصابه ويقابل ذلك بالصبر والاستمرار في طريقه وقال إن ذلك أي كل ما ذكر في هذه الوصايا من عزم الأمور أي من الأمور الشرعية الواجبة والتي تحتاج إلى عزم تحتاج القيام بها إلى عزم من المؤمن عزيمة ونية صالحة فهذه الآيات لها عبرة وعظة وتذكير لكل مسلم ولذلك ذكرها الله في كتابه وفيها أن الوالد يربي ولده ربي ولده على طاعة الله وعلى الأخلاق الطيبة وفيها وجوب حق الوالد وأنه لا يسقط عن الولد ولو كان الوالد كافرا فإنه يبر به وينفق عليه ولكن لا يحبه بل يبغض دينه ولكن هذا لا يسقط حقه على ولده وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف تبع سبيل من أناب إليه فهذه آيات عظيمة وفيها كما ذكرنا أنه لا يكفي أن الإنسان يكون صالحا في نفسه بل يسعى في إصلاح الآخر هذه مهمة المسلم وذلك بحسب استطاعته ومقدرته نعم أحسن الله إليكم أيضا من أسئلة حفظكم الله يقول رجل يملك أرض وهو متردد بين بيعها وبين بنائها فهل تجب عليها الزكاة؟ ما دام أنه متردد بين أن يبيعها أو أن يعمرها يعني أنه متردد بين البيع وعدمه لم يجزم على البيع فليس فيها زكاة حتى يعزم على البيع نعم سؤاله الأخير حفظكم الله يقول نريد الاستفسار عن واجبات وأحكام المرأة نحو زوجها المتوفى عنها الزوجها فارقها بالوفاة والله المستعان ولكن يبقى من حقوقها أنها تريث منه وكذلك من حقوقها عليها أنها تعتد للوفاة تعتد للوفاة احتراما للزوجية التي كانت بينهما تعتد للوفاة ومن الأحكام الواجبة عليها الإحداد في العدة وهو لزوم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه كذلك تتجنب الطيب لجميع أنواعه سواء كان سائلا أو ذرورا أو غير ذلك وكذلك تتجنب الزينة في بدنها بالأصباغ والكحل ونحو ذلك وكذلك تتجنب الزينة في ثيابه تتجنب الزينة في ذيابها ولا تلبس الثياب الزينة وإنما تلبس ثيابا ليس فيها زينة تتجنب لبس الحلي لجميع أنواعه حتى تنتهي العدة أحسن الله إليكم فضلة الشيخ صالح أنتقل إلى سائل آخر يسأل يقول البعض يعتقد أن من شروط المسح على الجوارب أن يكون المسح خمسة أوقات وإن لبس الجوارب لوقت واحد لا يجوز المسح إذا لبس الجوارب الساترة للرجل فلا هو أن يمسح عليها يوم ليلة حسب عدد الأوقات إنما يوم ليلة 24 ساعة بداية من أول مسح بعد الحدث تبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث إلى مثل تلك اللحظة من الغد ثم ينتهي المسح وليس من شرط المسح أن ينويه عند لبس الجوارب أو الخفين فلو لبسه للتدفئة أو لأي حاجة أخرى وهو لم ينوي المسح فله أن يمسح لا يشترط أن ينوي المسح عند اللبس نعم يقول السائل إذا مسح لصلاة الظهر متى يخلع؟ إن كان هذا أول مسح بعد الحدث فإنه يخلع على دور 24 ساعة من لحظة مسحه نعم يصلي بها الظهر الثاني؟ نعم يصلي بها داخل المدة نعم أحسن الله إليكم فضلة الشيخ صالح هذا سائل آخر يسأل يقول هل من صلى ولم يقرأ سوى الفاتحة في صلاته لأنه لا يحفظ شيء من القرآن سوى الفاتحة هل يجوز ذلك؟ نعم يكفيه ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن إذا قرأ الفاتحة فإن ناتت وحتى لو كان يحفظ غير الفاتحة إنه لا يجب أن يقرأ بعدها شيئا من القرآن بل هذا مستحب ركعتين الأولين يستحب أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن وإذا لم يقرأ صلاته صحيحة ولو اقتصر على الفاتحة لأن الفاتحة هي الركن في الصلاة وأما قراءة ما بعدها فهو سنة نعم وهل من قرأ شيئا من القرآن في الركعة الثالثة والرابعة بعد الفاتحة يسجد لسهو؟ لا يسجد لسهو بل هذا قال به بعض العلماء أنه يقرأ حتى في الركعتين الأخيرتين لكن الجمهور على أن القراءة بعد الفاتحة تختص بالركعتين الأولين وإذا قرأ في الركعتين الأخيرتين فلا بس نعم أحسن الله إليكم هذا سائل آخر رمز لإسمه بمحمد من القوعية يقول ما حكم التصرف بالبضاعة قبل أن تكون في ملك المشتري؟ لا يجب الإنسان أن يتصرف في سلعة حتى يقبضها يشترى السلعة لا يتصرف فيها حتى يقبضها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرف في المبيع حتى يقبضه المشتري يتمكن منه هذا هو القول الراجح في المسألة وفيه من يقول أنه إذا عقد عليها حقدا صحيحا تدخل في ملكه وله أن يتصرف فيها ولو لم يقبضها ما عدى المكيل والموزون المكيل والموزون عند الجميع لا يتصرف فيه حتى يقبضه بالكيل أو الوزن نعم استكمال لسؤاله يقول علما أنه ترتب على ذلك خصومات ومنازعات وهل يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه؟ نعم هذا هو نص قول الرسول هذا في المكيل والموزون لابد من قبضه بالكيل أو الوزن إذا اشتراه بالكيل أو الوزن لابد من الكيل أو الوزن ولا يتصرف فيه قبل ذلك إنما الخلاف فيما عدى المكيل والموزون نعم حسن الله إليكم سؤاله الآخر يقول ما هو نكاح الشغار وما هي الشروط الفاسدة التي تبتل عقد الزواج؟ نكاح الشغار أن تجعل المرأة بدل المرأة يزوجه ابنتها لأن يزوجه الآخر ابنته ولا مهر بينهما لا مهر بينهما هذا باطل هذا هو الشغار بالإجمال فإن كان بينهما مهور كل واحدة لها مهر مثلها هذا محل الخلاف الجمهور على أنه العقد الصحيح لأن المهر موجود ولا ضرر على كل منهما والقول الثاني أنه يدخل في الشغار أيضا لأنه لا يخلو من إضرار بالمرأة ولو كان به مهر لا يخلو من إضرار بها وهذا هو الراجح والله أعلم نعم أن الشغار هو أن تجعل المرأة بدل المرأة ولو كان بينهما مهر نعم سأل عن الشروط الفاسدة التي تبطل عقد الزواج؟ الشروط الفاسدة التي تبطل عقد الزواج كأنه يسأل عن الأنكحة الباطل نكاح المرأة في عدتها غير مطلقها هذا باطل كذلك من زواج الشغار كما سبق هذا نكاح باطل كذلك الزواج من أكثر من أربع هذا باطل إذا تزوج أكثر من أربع هذا عقد باطل وكذلك زواج المتعة هذا باطل وكذلك زواج التحليل كان يطلق الرجل امرأته ثلاثا وتبين منه بينونة كبرى ولا تحل له من بعد أي انطلقها يعني الثالثة ولا تحل له من بعد وحتى تنكح زوجا غيره أي انطلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهم أن يتراجع إذا تزوج أحد بنية تحليلها لزوجها الأول هذا نكاح باطل وهذا التيس المستعار الملعون كما في الحديث نعم أحسن الله إليكم لازلنا معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب ويجيب عن أسئلاتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان أحفظكم الله هذا السائل يقول إن الإسلام جاء لحفظ الأموال وحفظ حقوق الناس ولذلك شرع الحجر على من يستحقه ما المقصود بالحجر وهل يختلف الحجر عن شخص آخر الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله وهو على نوعين نوع الأول الحجر لحظ الإنسان المحجور عليه فالحجر على الصغير والسفيه يحجر عليه لحظ نفسه لألا يفسد ماله نوع الثاني الحجر على الإنسان لحظ غيره كالمدين الذي ديونه أكثر من ماله وطالب الغرمى بحقوقهم هذا يحجر عليه تصرف في ماله لحظ الغرمى ثم يوزع ماله على أو قيمته على الغرمى كل بقدر دينه نعم أحسن الله إليكم وهل يشمل الصغار والمفلسة والمريض ومتى يزول الحجر ذكرنا الحجر على الصغار على السفيه هذا لحظ الإنسان نفسه المحجور عليه ذكرنا الحجر لحظ الغير وهو الحجر لأجل الغرمى إذا كان موجوده أقل من ديونه وطالب الغرمى بالحجر عليه كذلك يحجر على المريض مرض المخوف المرض المخوف يحجر عليه أن يتصرف في ماله لحظ الورث لألا يضر بهم نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول عمتي ربت يتيم مجهول الهوية وتوفيت العمى هل يرث منها؟ لا ما يرث منها وليس له علاقة بها إلا أنها أحسنت إليه وربته لها الأجر في ذلك وأما الميراث إذا لم يكن له أقارب فإنه يكون لبيتمال المسلمين نعم أحسن الله إليكم وإذا كانت وهبته مبلغا أو أرضا قبل وفاتها؟ إذا قبلها صارت له إذا قبلها صارت له ولا ترجع إليها أو تكون من جملة أمواله التي تكون لورثته فإن لم يكن له ورثه إنه يكون ماله بيتمال المسلمين نعم أحسن الله إليكم فضلة الشيخ صالح أعتقد إلى سائل آخر يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ما هي أوجه الصلح الجائز وفضله؟ نعم الصلح هو تسوية النزاع الصلح هو تسوية النزاع بين المتخاصمين وهذا مرغب فيه يعني يصلح بين المتنازعين وهذا من عظم الطاعات كذلك من أنواع الصلح الصلح بين القبائل إذا كان بين القبائل نزاع أو اقتتال فيصلح بينهما على الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى آخر الآية كذلك الصلح بين الزوجين إذا صار بينهما خلاف إنه يصلح بينهما أو يشكل حكما من أهله وحكما من أهلها ينظران في الأصلح من الفراق أو البقاء بينهما هذا من أنواع الصلح الصلح بين الزوجين وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا فلا جناح أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير إما أن يصلح فيما بينهما أو أن يتدخل الحاكم ويشكل حكمين ينظران في نزاعهما ويصلحان بينهما أحسن الله إليكم سؤال الآخر يسأل عن الكذب هل هناك كذب مباح وكذب غير مباح الكذب حرام الأصل فيه أنه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب فنجعل لعنة الله على الكاذبين ولكن يباح للمصلحة إذا كان فيه مصلحة وذلك في ثلاث مسائل محصورة كذب أحد الزوجين على الآخر من أجل بقاء الزوجية والعشرة الكذب لأجل إصلاح ذات البين يكذب لأجل أن يصلح بين ذات البين إذا كان بين اثنين من المسلمين نزاع أو تشاحن أو تباغب تدخل من يصلح بينهما تدخل من يصلح بينهما ولو كذب أن يقول فلاني يحبك فلاني يريد الالتقاء بك والتصالح معه ثم يروح للآخر ويقول مثل ذلك ثم يتقاربان ويتصالحان الثالث الكذب في الحرب الكريب في الحرب على العدو لأن الحرب خدع أحسن الله ليكم وبرك الله فيكم وفي علمكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى هنا ونأتي إلى اختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب قد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هاية كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعونا أحسن في الختام أيها الإخوة هذه تحية من الزمين عثمان بن عبد الكريم أجويبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته